السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبيبنا في كل مكان متابعي قناة مستر أحمد علي المصري يارب تكونوا بخير وفي أسعد حال الحقيقة الفيديو ده موجه لطلاب الدبلومات الفنية نظام الثلاث سنوات بداية الرغبات ان شاء الله خلاص على وشك فأول شهر عشرة فلازم تاخد بالك من ملاحظات اللي احنا ان شاء الله هنقلها في الفيديو ده فعلا فيديو هام لكل طلاب الدبلومات الفنية نظام الثلاث سنوات فتابعوني ولو انت أول مرة تشاهد القناة شرفني بالاشتراك ودوس لايك وتنساش تفعل الجرس عشان يجيلك كل جديد وتشاير الفيديو عشان غيرك يستفيد أهلا ومرحبا بكل طلاب الدبلومات الفنية نظام الثلاث سنوات وانت بتسجل الرغبات ومجموعك فوق السبعين في المية هتلاقي حاجة اسمها جامعة عمالية علاقات صناعية وجامعة تكنولوجيا عمالية لازم تبقى عارف معلومات عنهم مدة الدراسة فيها سنتين وطبعا دي حاجة يعتبر دراسة خاصة أو جامعة خاصة وكأنك بتكمل صناعي الخمس سنين طبعا تم إلغاء استكمال الدراسة بعدها من السنة اللي فاتت يعني سيادتك دخلت هذه الجامعة هتاخد السنتين ومش هتقدر تكمل دراسة بعديهم المؤهل اللي بتدهه لك الجامعة لما بتخلص هو مؤهل فوق متوسط وطبعا فيه أقسام صناع وكهرباء ومكانيكا وفيه أقسام تانية كتير للتجارة والزراعة والسياحة فسيادتك لازم تفكر قبل ما تكتب أي رغبة عندك تمام كده؟ الحاجة التانية بالنسبة للناس اللي مجموحها من ستين لتمانين في المية وملحقتش كلية حكومية أو معهد حكومي سيادتك ممكن تخش معهد خاص بمصاريف لو مجموعةك من ستين لتمانين في المية زي تلات أنواع كده من المعاهد هقولهم لك هون شاء الله دلوقتي معهد عالي نظم معلومات معهد عالي محاسبة معهد عالي علوم إدارية التلات أنواع من المعاهد اللي أنا قلت عليها دي عاملة زي كلية التجارة بالزبط سيادتك بتتخرج معك باكاليريوس تجارة تمام كده؟ ما فيش أي مشكلة الفرق بس ما بينها وما بين كلية التجارة هو المصاريف إنك في هذه المعاهد بتدفع مصاريف طبعا أغلى من كلية التجارة وأعلى من كلية التجارة لكن بالنسبة للمؤهل بعد كده لا هيبقى إن شاء الله معاك باكاليريوس تجارة طيب لو أنت سيادتك مش عايز تخش هذه المعاهد ممكن تخش معهد سنتين زي معهد فن تجاري أو معهد فن صناعي أو معهد بصريات أو المعهد الفني للصناعات المتطورة وتجتهد بقى وتجيب جيد عشان تخش بعد كده كلية على سنة تانية على طول لو مقى مجموعك أقل من سبعين في المية يبقى الحل بتاعك هتخش طبعا معهد خاص أربع سنين ومش حاجة بقى يسمها التنسيق هينزل قبل تسجيل الرغبات حضرك طبعا الوزارة بتقسم أو بتنزل لكل طالب حسب القسم بتاعه والمجموع بتاعهم كمية من الكليات والمعاهد تمام كده وانت بقى وظيفتك انك بترتب هذه الكليات والمعاهد على حسب الرغبات بتاعتك وبعد كده ان شاء الله بعديها هتعرف ايه اللي هيجي لك بالزبط ان شاء الله ربنا يوفقكم ركز كده وانت بترتب رتب صح وتبقى عارف ايه اللي بتكتبه وعارف معلومات عن الحاجة اللي انت بتكتبها ربنا يوفقكم ان شاء الله وكل واحد ينول اللي يتمنى كان معكم ميستر أحمد علي وانتظروني في فيديوهات جديدة إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته